فالبرتغال وكوريا الجنوبية وأورو جواي وغانا الترتيب زي ما قدام حضراتكم على الشاشة البرتغال ست نقاط كوريا الجنوبية أربع نقاط أورو جواي أربع نقاط غانا تلت نقاط وكوريا الجنوبية صعدوا بأنهم سجلوا أهداف أكتر مش فرق الأهداف سجلوا أهداف أكتر لأنهم وأورو جواي زي بعض في كل شيء زي ما أنتم عارفين كوريا الجنوبية سجلوا أربعة أورجواي سجلوا اثنين وده كاس علم فرق الأهداف يعني كل تقريباً تسعة يعني كان مجموعة سبعة أو ستة من المجموعات اتحسمت البطاقات بتاعتها بفرق الأهداف أو بالأهداف المسجلة مش بالنقاط بس على أي حال هنتكلم الأول على مباراة غانا مع أورجواي الحقيقة يعني أنه واضح أن المنتخب غانا كان حاطت في باله قصة السقر دي أكتر من أن أنا عايز أكسب وتأهل أو أتعادل وتأهل كان مركز قوي مع فكرة أن أنا ده الفريق اللي طلعني والعناوين اللي بتتقال هتعتدر يا سوارز لا مش اعتدر اللي المفوض يعتدر هو اللي ضيع البنالتي بتاعكم جيان أساموه سنة 2010 مش أنا أنا غلطت وتعقبت واضطرت هو ضيع هو اللي يعتدر فلعيبة غانا كانت دخلة مركزة قوي مع القصة دي فكانوا مشتتين آه كانوا هم الأجرأ وكانوا عايزين أن هم يتقدموا وتصويبة من خلال الملك بتاعهم ملك الفرقة دي ملك الفرقة قدوس اللي تابع تصويبة جوردن آيو لكن أندري آيو دخل لعب ضربة الجزاء علشان يقول لجيان أساموه عنك أنت بقى لك 12 سنة بتتهاجم انت برضو عشرة عمر والغريب يعني أن أندري آيو ده كان هو اللعيب الوحيد من الجيل اللي موجود دلوقتي اللي كان موجود في الجيل بتاع 2010 كان عنده 20 سنة وقتها لكن جيل لعب ده ورد على ضربة الجزاء اللي ضاعت أو صدها حارس مرمى منتخب رجواي أركيستا وسجل هدفين ده كان نجم المباراة بكل تأكيد سواء في انطلاقاته في تحركاته في قوته في تسجيله لهدفين ولويس وارز كان رايق برضو هو بيلعب المباراة وكان هو ده الفرق ما بين أن أنا كمان عارف أن أنت عايز تسأر مني وعارف أن الناس كل هم ركزة في المباراة لكن في نفس الوقت بستمتع الجول الثاني ده تحديدا كل اللعيبة شاركت فيه كل اللعيبة الخط الهجومي واحد يروح مشمس يروح لعيبة عرضية لعيبة طولية كده بينية يروح داخل أركيستا ومسجل الجول الثاني لمنتخب أورو جواي غانا بقى واضح أن هي بلا طموح أنه هم يتأهلوا لأنه خلاص يعني الدنيا بقت صعبة منتخب أورو جواي بقى كسبان اتنين والدنيا مش مفيدة قوي لكن غانا بقى سببها الوحيد في الاحتفال هو ما فعله منتخب كوريا الجنوبية في اللقاء الآخر اللي نجح في أن يدرك التعادل أمام منتخب البرتغال بداية ثم يعود ويسجل هدفا ثانيا قاتلا في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة قدام فريق فرناندو سانتوس أو اللي كان بيقوده النهاردة باولو بنتو بسبب طرد سانتوس في المباراة الماضية فمريح عدد كبير من اللاعبين مش كلهم يعني لكن كان معا كريستيانو رونالدو كمان الحقيقة كان بينفس روميلو لوكاكو على مستوى بتعام برح لوكاكو مبرح ضيع ثلاث أهداف محققة لبلجيكا كانت كفيلة بأنهم يصعدوا إلى دور الستاشر على حساب كرواتيا النهاردة كريستيانو رونالدو لكن بهدوء أكتر علشان الفرقة كده كانت متأهلة وكده كده كانت هتبقى متأهلة في الصدارة بنسبة كبيرة يعني فريستيانو رونالدو ضيع الأولى والتانية وواحدة قدام المرمى الخالي فخرج مستبدلا في الديهة 60 ده مش بسبب سوق مستوى طبعا ده عشان خلاص يريحه ففاز منتخب كوريا الجنوبية